على هامش زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة التقى وزير الخارجية وشؤون المقتربين الدكتور أحمد بن مبارك بوزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد النهيان كما قام بزيارة لمعرض إكسبو دبي الحالي التقى بالفريق اليمني المسؤول عن جناح بلادنا المشارك في المعرض خلال زيارته الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة التقى وزير الخارجية الدكتور أحمد بن مبارك بوزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد النهيان وبحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الشعبين الشقيقين واستعرض بن مبارك التطورات السياسية في ضوء الجهود الأممية الأمريكية لإحلال السلام وما يقابلها من تصعيد عسكري من قبل الميليشية الحوثية في محافظة مأرب واستهدافها للعيان المدنية ومعسكرة اللاجئين بدوره أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي موقف بلاده الدائم والثابت تجاه بلادنا وشرعيته الدستورية ووقوفها المستمر إلى جانب جهود استعادة الدولة وإنهاء الإنقلاب وتوحيد الخطاب الإعلامي والسياسي بين البلدين إزاءة طورات الأوضاع الرهنة معربا عن استعداد دولة الإمارات لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم في مختلف المجالات إلى ذلك زار بالمبارك معرض إكسبو دبي 2021 واتقى بالفريق المسؤول عن جناح بلادنا في المعرض والذي سيتم افتتاحه في شهر اكتوبر 2021 ويستمر إلى شهر إبريل في العام 2022 واستمع إلى عرض تفصيلي لما يقدمه الجناح اليمنية خصوصا فيما يتعلق بالتنوع الثقافي والحضاري والمعماري في بلادنا وكذلك فرص الاستثمار السياحي والطاقة البديلة